وصلنا الليل وكنا الفنو في حلقتنا اليوم من برنامج 24 قرات وتحديدا الليلة حنتكلم عن فن الكريكاتير هو واحد من أذكى وسائل التعبير يمكن يكون يعني كان وما زال إلى يومنا هذا واحد من أذكى وسائل التعبير عن قضية عن موضوع عن يعني تلميح معين كده وشوفنا الكريكاتير كان جزء من معالجة مشاكل كثيرة جدا على مر يعني بنقدر نقول على مرة تاريخ لأنه الكريكاتير قديم يعني من زمان كده من المجلات والجرايط وبصورة عامة كده كان هو واحد من الوسائل حتى في المجتمعات اللي بيكون فيها قمع الكريكاتير كان بيكون هو صوت الناس لأنه هو وسائل التعبير بتاعته كثيرة جدا وتحديدا ضيفتنا داخل الستوديو يعني نار على العالم رانا عامر مساء الخير عليك مساء الخير فريد ومساء الخير حازم ويسعد مساء كل السادة المشاهدين ضيفتنا معاك يا حازم استاذة رمى عامري إن شاء الله طيبة ومشرفان في 24 قرار الفن الكريكاتير واحد من الفنون اللي بتوصل رسالة بعضنا ماس بها تعتقدها غير مباشرة لكن المفهوم بتاع بيكون وصل لكل الناس يعني في قضية الآخر حي خلينا نمسف مثلا قضية السلام لخير كان عندك واحدة من الحياة الجميلة جدا من تشرت على موقع التواصل الاجتماعي شنو الفكرة كانت من تحبيت توصليها من موضوع السلام يعني أولا خليني أهني الشعب السوداني بالسلام وده كان غايتنا من الأول وبسبب دماء الشهداء إحنا قدرنا نصل للحتة دي فخليني أحيي كل الشعب السوداني وكتبت منه يكون في دعوة وحضور لأسر الشهداء في احتفال توقيع السلام وكبان يأخذوا فرصتهم منهم يتكلهم في المنصة ومن يمثلهم لأنه لو ما دماءهم أكيد ما كنا وصلنا لاتفاقية السلام رسمتك هريكاتير أكيد أنا سعيدة بحدوثه عبرت فيه عن أنه أخيراً قدرنا نصل لسلام مع الحركات المسلحة وصلنا للسلام اللي إحنا سعينا وخسرنا أرواح شباب عشان نصل له زي ما هو واضح عندنا في الشاشة الآن للمشاهدين حبيت اتعبري عن السلاح بأنه خلاص يعني مفروض بعد كان رمزية يعني الحركات المسلحة وطبعاً حمامة السلام يعني غنية على التعريف أكيد طيب يعني رانا يمكن يكون الكاريكاتيريست يعني عنده أنماط معينة في الرسم كده يعني مرات أنا من غير ما أشوف مثلاً التسيجنيت شرعه لإمضة طاعت الكاريكاتيريست أنا بعرف أنه دي رانا عامل مثلاً مثلاً من شكل النمط بضع الرسم من شكل الأو أحياناً بيكون ذات الموضوع اللي هي يعني يعني بتحاولين أتوجيه يعني نتكلم كده شوية عن أنماط الكاريكاتيرست أو أنماط الكاريكاتير حقيقة طبعاً الكاريكاتير عنده كذا شكله كذا لون كل رسام بيأخذ الخطة البناسبه أو يعمل لنفسه ستايل في الرسم وبيبقى للناس معروف أنا شخصياً بحب الستايل بدون تعليق زي ما هسا شفتها في الكاريكاتير سلام السودان بحب استخدم رمزية بدون ما تكون في تفاصيل كثيرة في اللوحة بحب استخدم ألوان قوية أنا بلون براي برضو فكل رسام عنده أسلوبه الاحترافية بعد ذلك أنه الناس ما تشوف الأعمال دي بدون توقيع يقدروا يعرف أنه ده شغل فلان ارتباط الكاريكاتير بالشخصية يعني هل الزول يعبر عن طبعاً الكاريكاتير فيه جزء من روحك هل الطيبة السخرية مربوطة برضو بالموضوع ده يا أخي لو ما أنت أصلاً إنسان فيك جانب من السخرية والمرح ما حتقدر تبقى رسام كاريكاتير ممكن تكون عندك موهبة الرسم وتكون رسام لكن كاريكاتير تحديداً دي مستحيل هو يمكن يكون رتبط بي يعني نحن نقدر نصنف الكاريكاتير إنه هو كوميديا لأنه يرتبط بالسخرية لأنه دايماً الرسام والكاريكاتيريست يعني بيكون بيصخر من قضايا معينة أو بيحاول يعني هي بعيدة عشان كده اسم سخرية كده هو أنسا لو قلت كوميديا أنت كده دمرت الكاريكاتير تماماً الكاريكاتير هو ما نكتة ودي حاجة ثقافة شائعة بين الناس بيفتكر إنه الكاريكاتير ده مفروضاً لما أشوفه أضحك والحاجة ده غلط الكاريكاتير ما نكتة ولا وسيلة الترفيه الكاريكاتير رسالة بتحمل قضية بيختزل مقال بيختزل تحقيق صحفي أحياناً بيكون مؤلم جداً بالمناسبة أحياناً بيكون مؤلم وأحياناً بيكون مبكي وأحلى شي فيه إنه بيفش المواطن عشان كده قبل قلت روحك بيكون جزء بالأله بالضبط بالضبط إحنا حالياً عايشين أزمات رهيبة في السودان أزمة العيش ما في أسوأ من إنك تكون ما قادر تأكل حتى وإنت عندك تمنى العيش ما قادر تأكله لما أنا أرسم لك الكاريكاتير أعلق عن أزمة الخبز سفاحين الدقيق وأنت بتجيب في الصف ستة ساعات والفرن يقطع فيه وقول لك ما فيه العيش كامل بيكون شعورك شنو؟ الغبنة اللي بتحسوا لما تجي تشوف الكاريكاتير بفي الشك كده تتنهى هذا الصعضاء كده الكاريكاتير ده كان داع عن القومة للسودان كانت دعوة من السيد رئيس الوزراء تذكر كثير الداعيم الداعيم إنه أيوة إحنا نجيف مع بلدنا وفيه شخصية تحت أظيم معروفة لكل المشاهدين دمنه كان بيحاول يدمر الموضوع ده كاريكاتير عن العالقين في مصر دي فترة الكورونا لما تجفلت المطارات المعابر نعم تاتم القضايا الموجعة بالنسبة لي إنه الناس تجيف في المعابر ما تقدر تدخل وإحنا عملنا الثورة عشان المواطن يعيش بكرامة فلما المواطن يتزلوا ويقف ما قادر يدخل بلده وقروشه تخلص ويوقفوا التحاويل البنكية حتى لو أهله عايزين يحاولوا ليه ما يقدر يعيش بكرامة دي قمة السوق السيناريوهات دي هي اللي بتخليك أنت تعمل كاريكاتير كده طبعا البيئة المشحونة دايما هي مستفزة لرصام الكاريكاتير بتخليه يقدر يعمل منتوج غزير يعني هل أنا عامر عند مهموبة قضية معينة هل أنت قضية معينة در توصلي عبر كاريكاتير بتاعي؟ كله قضايا المواطنة السودانية أنا مواطنة سودانية في الأول والأخير وأكيد بهمن إنه المواطن السوداني يعيش بكرامة يلقى حقه في الحياة في التعليم في الصحة في الغذاء ما في خبز ما في غاز ما في بنزين واكفين صفوف إحنا عملنا الثورة دي عشان نعيش بكرامة فالوضع مستفز والجو مشحون يعني يعني كلما يكون في قضية في المجتمع أو حاجة حاصلة في البلد أنت ترسم عنها كاريكاتير مثلا؟ طول ما الناس عايشة طول ما حتكون في قصص وقضايا ومشاكل نعبر عنها بطريقة الكاريكاتير يمكن أن يكون هو واحد من الفنون بالمناسبة اللي عمر مع أشياء كثيرة جداً يعني يمكن يكون في فنون كثيرة جداً إن دفرت أو بيقى الناس ما عندها باحتمام كده لكن فن الكاريكاتير ما زال لحد اليوم كده هو واحد من الفنون اللي متقبلة جداً عند الناس بس بتحب جداً إنه يعني تشاهد رسومات الكاريكاتير أكيد هو فن محبوب وطبعاً بيصل لكل شرائح المجتمع حتى الناس اللي ما بتعرف تقرأ وتكتب لأنه عبارة عن رسمة بس بتقدر توصل به الرسالة اللي أنت لكن أحيانا خليك تشغيل عقلك كده يعني عشان أنا أفهم الكاريكاتير تحديداً كده دايماً فيه بيكون ثورة ميكانيكية والتقنية هذا الأجمال طبعاً دي متعة في قراءة الكاريكاتير إنك تفكر فيه وتفهمه عشان كده أنا جميل بديد الكلام بأنه هو واحد من أذكى وسائل يعني هو من أذكى وسائل لكن خلينا نعترف إنه للأسف الصحافة السودانية بتهمل وبتهمش الكاريكاتير بنلقى بين الصحف يعني مساحة الكاريكاتير تكاد تقوم معدومة يعني ما عاد صحف تعد على أصابع اليد الوحدة شنو الأسباب يعني؟ الأسباب إنه ما في وعي من رؤسات تحرير بيشوفوا المساحة بتاعت الكاريكاتير دي ممكن يستفيدوا منا ينزلوا إعلان أو اللي حاجة؟ أبداً إحنا عشنا فترة العهد البائد مع مقص الرقيب ما كان عندنا الحرية بتاعت التعبير ما أي كاريكاتير أنا أرسمه كان متاح إنه ينشر دي حاجة الحاجة الثانية المجلس القومي للصحافة المطبعات كل سنة عنده مصابقة بتكون معمولة لكل فئات الصحفيين كل فئة يعني العامود والتحقيق الصحفي وخلافه بنلقى فئة الكاريكاتير بتنزل مرة وكم سنة بتكون ما فيه والحكاة دي عززت عند رؤسات تحرير إنه الكاريكاتير ده ما مهم معينه المفروض إنه المجلس القومي يفرض على الصحف وجود الكاريكاتير باعتباره ركيزة أساسية من مكونات الصحيفة فمن هنا خلينا نوجه رسالة يعني أتمنى من رئيس المجلس الجديد بعد الحكومة الجديدة يهتم بجانب الكاريكاتير طيب يعني درس أسوالي يعني يمكن نكون عليه مرة السنين كده يعني مين بدايتك فيه الكاريكاتير لحد الليلة التقنيات تحت رسالة مختلفة يعني فيه كثير من الرسامي كده بيجوا بلجوا لي تقنيات معينة كده مضوضة كيف مع كده يعني التقنيات الجديدة والحديثة متطورة سعادتك في أنك أنت تتطوري كمورة الكاريكاتير عندك طبعا إحنا لأنه عندنا في السودان وجود الكاريكاتير ضعيف وعموما الرساميين عددهم قليل جدا يتغذينا على الصحافة العربية كاريكاتير من الصحفة العربية أنا شخصيا أكتر رسام كنت بتابع عماله وهو القوة جواي بفكرة أني أعمل شغل بتاع كاريكاتير هو الرسام ناجي العلي الرسام الذي اختالته الريشة واختالته لأنه حقيقي الكاريكاتير رسالة ممكن تكون أقوى من السلاح رسالة كلها كانت قوية جدا يعني يمكن أن يكون هو عارف أنه كان ماشي في الخطوات خس كده أنه كان فاهيم وكان فاهيم أنه كان يرسم فيها كاريكاتير بالضبط فالكاريكاتير بعد ذلك يتطور كاريكاتير يعني زمان كان يترسم بأقلام معينة كان يتلون على الورق بعد ذلك بالطبع في الجرائب حاليا الكاريكاتير يتلون ببرنامج اسمه فوتوشوب يخلي جودة التلوين عاملة زي مجلات العربية أنا اهتميت أن أتعلم في الأول كان يلون لي مصمم الجريدة لكن ما بقدر يوصل الإحساس بتاعي الروح بتاعتي في التلوين اختيار الألوان ذاته مزاج يعني فتعلمت التلوين بالفوتوشوب بخلي الشغل اطلع بجودة عالية برسم لناس اللي بتسأليني وانتي بترسم بشنو أنا برسم بقلم أسود سائل في ورق ورقة A4 وبعملها سكاننج بدخلها الكمبيوتر بدخلها برنامج اسمه فوتوشوب بلوين به واللوحة فبتطلع بجودة عالية الحادي كلها بتعمله إنتي بعمله أنا وجود الأنصر النسائي في المجال ده يعني أكيد وانتي خير نموذج كبير جداً أكيد خلاك تمر ب تحديات كثيرة شديدة عشان انك انت تثبتي وجودك في المجال ده شروع التحديات الممكن تكون مرتبة خصوصاً انتي في المجال ده كأنصر نسائي يعني طبعاً زي ما قلتك إحنا العهد البائد يعني كان في وقمع ما كان في حرية كافية وكانت البلد مليانة أزمات يعني فلما انت تتكلم في المسكوت عنه بالنسبة لمقصة الرقيب يعني الحكاية بتعرضك لمشاكل ابتدام مع الصحيفة الهزة الأمن وغيره فالحاق ده كان بتخلي البنات يخافوا والرجال برضو على فكرة يعني ما عندنا رسامين كتار بعد ذاك وجود الرسام ذاته في الجريدة بيقى ما مطلوب زي ما إحنا حابين يعني أو زي ما بيشوف في الصحفة العربية إنه الكاريكاتير لازم يكون موجود فالحكاية ده خلت الرسامين حاجة من الثلاثة إذا يعتزل يا بيرسم في جريدة عربية يا بيستخدم السوشيال ميديا زي انت ياسي الآن في السوشيال ميديا فقط أيوة كنت طيب في الصحيفة جبل كده ما سيتعاملت معني كنت في الصحف يعني استخدت في صحف كثيرة أنا بديت أنشر قبل ما أدخل الجامعة على فكرة السبب خلتك تخليعي إنه كان في لأنه حسد إنه رسام الكاريكاتير ما لاجي حقه في الجريدة مهمش الكاريكاتير مرة يتنشر مرة ما يتنشر يشيلوا ما يشيلوا يستغنوا عنك عن السودان عن السودان طبعا قالتوا طبعا يرانا 2017 فصة بي جايزة كلميني عن الجايزة دي وكونك انت يعني نسميك انت رايدة يعني مش هيت فيه ما شاء الله خطواتك جميلة وسابت فيه ما فكرتينه تعملي حال مثلا أو تعملي جمعية تكون حاضنة كده بكل الكاريكاتيريسك في السودان طيب الجايزة هي ما كانت جايزة في الحقيقة هي تكريم المجلس القومي المجلس الوحدة الإعلامية العربية عفوا هو بيرصد الأعمال الصحفيين في الوطن العربي كله من كل الضروب يعني حتى تكديم برامج برامج الدينية الاجتماعية الكاريكاتير المقال يعني بيعملوا تكريم لكل الفئات دي من الوطن العربي كله اختاروني انا رسام كاريكاتير ووقتها كان عندي فقرة ثابتة في برامج مساء الجمعة في قناة النية الأزرق وديهلهم تحية من هنا اختاروني يكرموني افضل رسام كاريكاتير على مستوى الوطن العربي الفين وسبعتاشر ده بالنسبة للتكريم السؤالك الثاني احنا في الحقيقة عشنا سنين يعني بحنا بنحلم كلنا يعني انه نقدر نعمل الجمعية دي بدينا نعملها ووقفت بعد ذاك تاني عملناها فعلا وسجلناها وكل حاجة لكن حصلت خلافات خلت الجمعية ما تستمر خلافات في الجمعية خلافات في الجمعية كذلك يعني الناس ما كان روحة مرياضية كفاية يعني طيب احنا نشوف كمان جزء جرده من الكاريكاتير كده ياريتها سامح تعرضوا لينا واحد من يعني يمكن يكون خلال الحوار كله احنا كنا بمعرض يعني مجموعة من الأداء على فكرة انا كنت الامينة العام في الجمعية دي وممكن الموضوع ده انا حاسم الملو راسي حز فيك شوية كده دي ازمة البنزين طيب دي ازمة الغاز طبعا دي ازمة ما في زر ما بعاني منها الغاز وصل السماء الى يومنا هذا بيقى حلم نشوفه في الجمر دي ازمة الكهرباء طبعا مأساة عامة المرتب مهما كان وزنة المالية مرتبة ما مكفيها يا جماعة الغلاء لو بتلاحظ اني ما بحبكت التعليق أبدا دي ازمة دا كاريكاتير مهم انا بعتبره ايعلق على الصورة الناس سواسية كاستان المشتر ما في فرق بين الشمال والجنوب والغرب والشرق نتمنى كل الخلافات في كل الانحاء سدان تزول احنا كلنا زي بعض نتساوين في الحقوق وفي كل شي بس باقي الحكومة تشيد حيلة معنا حكومة جديدة تعبير مختلف عن الاسعار الاسعار اما اتشوق للناس صدمة كهربائية ما هي عامة حيات كتيرة شديدة طبعا اكيد الموية خشة معنا محدة بغاز متكهرباء وغازه بأكيد الموية كمان عندنا مشاكل في الموية تقطع تقطع وتأجي طين صح دي رسمتها ايام الثورة قبل سقوط النظام او مع سقوطه تقريبا عن محاسبة فنول النظام الشجر طبعا الشجر اي رمز النظام الوطني يا جماعة اللحوم بيقت تتصدر بره واحنا هنا ما لاقنا صحيح وبتموت في الطريق وفي ناب رجعوها لانها تصدر حية صحيح صدرانو لو شوفنا الحاجات وهو الشغل اللي انتي كاركاتير ده هل هو صعب انه ممكن يتعلموا يعني هل في ناس ممكن يتعلموا الحاجة دي ولا صعبة يعني هل سهل ولا صعبة لو الموهبة موجودة والطموح موجود بتتعلموا لكن لازم يكون في موهبة وفي رهبة للتطور عامل الزكاة برضو بيلعب دور والله طبعا لانك بالذات زمان يعني بسينا ما عاد قل حيحصل شنو لكن عايز تنتقد مثلا وزير وبين غير ما تقول اسمه أو والي كان في والي اسمه نمر وكان مفهود من شغله يعني مضافة العاصمة وانا وقتا لو كنت رسمت الوالي هو كان هو كان وانا ما زالت دا كان وردو اسمه نمر يمكن وردو يعني كان اسمه نمر فلو كنت رسمت الوالي ما كان حتى تنشر فرسمت نمر طيب يعني قاعد في زبالة كبيرة يرانا كثير من الرصامين بيحاولوا عندهم محاولات في انهم يكونوا جزء من عالم الكاركاتير كل المبتدئين اللي حابين يعني انه يكونوا هما رسائل كيف يطوروا نفسهم كيف يتقدموا في المجال والله طبعا حاليا بيقى كل شي متاح عبر السوشيال ميديا واليوتيوب بتقدر تلقى محاضرات ودروس وتوتوريالز كيف تقدر تطور التكنيك بتاعك كيف تقدر تلون كيف تختزل أفكارك في فكرة بسيطة عايزة تكلم عن الجيش مثلاً ممكن درسهم جندي الزحم ذاته في اللوحة يتخلي المشاهد عينه متكو مرتاحة وتشتتوا ما يفهم الموضوع لكن ممكن نرمز عن حاجات كثيرة بحادة السكري كثيرا السلام رمزها للحركات المسلحة ودرسهم ناس كثيرة فكرة بسيطة توصل الرسالة دائماً يعتمد على الخزال قدرت أنك تعمل دورات تدريبية ما أجربتها ولله أنا ما أجربتها ولو في أي جهة حابة تعمل أنا مستعدة ما في أي مشكلة طيب يعني نسألك سؤال يعني أكيد من الرسومات اللي أنت رصمتها دي كله أو الكاركاتير دي كله فيه بعض الكاركاتير كده عنده وقع خاص عندك أو يعني ممكن يكون نعم قلت إنه مروحك في الكاركاتير لكن في بعض الكاركاتير كده أكيد هو مثلك أنت ما مسل قضية أو ما مسل حس كده إنه أنت اللي فرغت شحونات سالة في الكاركاتير كاركاتير الاعتداءات على الأطباء اتعرض قبل شوية كان واجعني والله شديد شديد لما تكون أنت طبيب عايش شغال في مستشفى وده حال المستشفيات يعني ما مستشفى واحد أنت الآن بتحكي وانت أصلا طبيبة وانا طبيبة يعني لكن المضوع بعيدا عن أني طبيبة بعيدا عن أني طبيبة المستشفات الحكومية بيئة سيئة جدا ما فيها إمكانيات لما تكون أنت طبيب وعايش وشغال نحن نقول عايش ليه؟ لأننا نقعد في المستشفى أكثر من بيوتنا وهذه حقيقة لما تكون أنت شغال في المستشفى البيئة سيئة الإمكانيات معدومة والمرتب ضعيف وإحنا الجانب الإنساني فينا أكبر ما بين عين للحكتة دي ما عيننا شيء مهم وجيك مريضة ومرافق مريض ويضربك يعني يضربك وبعد ما بهموا أنت يعني الراجل ولا مرأة وأنا ما حصلت لأي جماعة عشان ما تفهموني غلط لكن برضو دي دي حاجة قمة التخلف والرجعية والهمجية يعني صحيح والحاجة اللي تكررت ووصله ناس يعني في واحدين مصلوا مرحلة إنهم يضربوا بإسلاح في طبيب المستشفى بحر يضرب بإسلاح يعني دي حاجة قمة يعني بدل أنت تقدر مجهوده وبعين الناس ما تقول لك الدكتور مستهتر دي دي حاجات قليلة يعني ماذج بسيطة ما تعمم وبعين ما حالة فردية تخليك تشوف كل الأطباء سيئين وما يدوروا وما شايفين شغلهم عملت مجموعة من الكاركاتير دك عملت أيوة لكن المهم في النهاية عايزة أقول إنه إنت لو الدكتور ده ما قدم لك الخدمة المفروض يقدمها في طرق ممكن تاخد بها حقك لكن أكيد ما بيدك يعني إحنا ما عايشين في غابة فدكت صراحة كاركتير ده غازني يعني ونحن سيدين برضو جدا بإنه يا أخي إنت الليلة معنا في 24 شخصتك الجميل وأيضا رسوماتك وحاجاتك الجميلة جدا اللي هي خدمت كثير جدا في المجتمع ونتمنى إنه مزيد من الحياة القادمة يعني تعليق أخير في حاجات إنه تطوير للموضوع الكاركتير مثلا في السودان والله أولا السيدة الرئيسة الجديد للمجلس للمجلس قوم الصحافة وبعد بتمنى منك تذي فئة رسامل الكاركتير حقهم لأنهم بيستحقوا فعلا ناخد مساحاتنا في الصحف حتى في التلفزيونات يعني كفاية هنا زهيجنا ديبوا رسطان كاركتير خلوا الأطفال تعلموا فن راقي ما كلهم يطلعوا بغنه يعني فهم الكفر والوتر ده يتغير فيه فن يهذب الروح يا جماعة بيخليك تختزي دايما كل المشاكل تتحيك تزينا في رسمه الحاجة دينا تخليك ممكن تكون عندها تأثير كبير جدا في كل الشخصيات كده يعني الكاركتير رسط ران عامر نحنا وصلنا إلى هذه الحوار مدى معك شرفتينه ونورتينه كثيرا يا رب كده مشارلا دايما تقول رسوماتك في الواجهة في كل القضايا إذا كانت جميلة إذا كانت سيئة أو تعبير عن أزمات كده نحن نعيشين الزمات كده والله شكرا هتستمر معانا كده فترة كده نتمنى إن شاء الله كده سودان كن بالشكل ما يحنا متمنين نوحابين كده سودان يساعد الجميع شكرا لك كدير شكرا فريد شكرا حسام أتمنى حازم حازم عفوا حازم ويعني أتمنى تكون الفقرة نالت يعني استحسان المشاهدين شكرا لك كدير طيب نحن نحن نخليكم مع الفنان الجميل أنا عبديرون شكرا أي مرة تانية اشتركوا في القناة من الحذائق أختار وجهك من جميع الحقائط أختار حبك من جميع الحقائط أختار حبك من جميع النساء وتوجه فضيكي بالحب والاشتهاء من جميع النساء من جميع النساء وتوجه فضيكي بالحب والاشتهاء لأنك كل العيون التي عذبتني كل النساء اللواتي بكيت في أقوابهن بكيت 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 لأنك مختاره الله لي لأنك مختاره الله لي من جميع العيون الجميلة لم دعا رأى أنني بالعيون الجميلة أكتاث باب السماء بالعيون الجميلة أكتاث باب السماء بالعيون الجميلة أكتاث باب السماء أكتاث باب السماء شهدية كرام بكي يكون وصلنا ختام حلقتنا للليلة من 24 قراءة لكن من الصورة سريعة خلينا نشوف نلخص فقرات اليوم فقرة ترين كان عن موضوع عن تحديات الفتيات كان معنا أستاذ ياسر سليم مدير برامج المجلس القومي للطفولة واتكلمنا عنها حيات كثيرة جدا وقدرنا نستفيد منها أيضا في ركننا الفنون كان الكريكتيرس أستاذ رنع عامر وأيضا شوفنا معها بعض الحيات الجميلة جدا يا فريد حلقة كانت جميلة كده أتمنى أن الناس تشاهدون الليلة استمتعوا بالحلقة وشكرا لك كمان زميلة جميل حازم حلم شكرا لك كثير وانا سيد لك جدا يا سيد الناس الله يخليك يا رب شكرا لكل الناس التي تتابعوا حلقتنا اليوم لحد ما نتلاقى في مساحات 2 من 24 قراط قبل وتحياته في أمان الله فتناكم بعافية رب شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم